كابتن يوسف خميس أمس كان هنا المدرب الوطني نايف عينيزي وقبل أمس كان كابتن عبد الرحمن الرومي كلهم يقولون من زمان كنا نتمنى يتكلمون عن اتحاد القدم والأسماء الجديدة التي دخلت أو انضمت لعضوية مجلس الإدارة يعني مثلا على سبيل مثلا نايف عينيزي أمس يقول كنت أتمنى مثلا أجد أسماء كبيرة مثل سامي الجابر وغيرة موجودين في اتحاد الكرة قبل أمس عبد الرحمن الرومي يقول لي نواف التمياد يعني اللي ما رسوا كرة القدم طيب يعني إلى أي مدى ممكن تضيف أو تغير من النتائج المستويات السياسة الطريقة الحضور الإيجابي للمشهد الرياضي شوف أنا أتفق أن منظومة كرة القدم لازم يديرها أبناء اللعبة موارسيها موارسيها وأبناء اللعبة لكن النقطة الآن الأصعب اللي حتجينا واللي المفروض أن نركز فيها كثيرا تشكيل اللجان لأن اللجان هي المناط بها العمل لازم تكون خياراتنا ذات أبعاد كلهم في تخصصه هذه يعني المشكلة الكبيرة نحن الآن اختيارنا الأبناء اللعبة في كرة القدم كعضاء هذا نتفق عليه طيب ولكن الأهم اللي جان لأن اللي جان هي اللي حتعمل وهي اللي حتفعل لك فيه نتكلم عن لما أنت تختار جان والأهم بالذات اللجنة الفنية دلما تجي تختار تختار لجنة فنية هي مختصة بتطوير كرة القدم لجنة فنية يجب أن يكون هناك فنيين يعطونك رؤية فنية من خلال متابعة وبعدين هناك لجنة التحكيم هي يعاد تشكيلها هي يعاد جميع اللجان تشكيلها يجب أن نختار كلهم في تخصصه هنا هذه النقطة الثانية المهمة احنا كنا في السابق حتى لا نختار وحتى اختياراتنا في اللجان تواجهنا أيضا مشاكل احنا نبغى مثل ما اخترنا الآن صحيح والجميع يؤيد أن أبناء اللعبة أي لعبة يجب أنهم هم يكونون الأعضاء طيب اللجنة الفنية موجودة الآن ولا لا شوف اللجان كلها تتكلم خلاص أنت الآن تتكلم عن تتحل كلها زين وعيد تشكيل الاتحاد زين ولا لا فإذن اللجان كلها هتتحل التوماتيكية زين احنا الآن لما نيجي نختار يجب أن اختيارنا يكون على حسب التخصص ومنهم عندهم الخبرة والامكانيات أنهم يفيدون كلهم في تخصصه فهذه هي النقطة المهمة الآن لأن الدور اللي حيكون أكثر مو على أعضاء الاتحاد على الاتحاد يمكن يناقشون ولكن الدور المهم الأكبر يكون حال اللجان لأن اللجان هي اللي تعمل وهناك لجان يجب أن يكون شوف هناك لجان يجب أن يكون متفرغيين لها وخصوصا يعني شوف خلنا نتكلم صراحة يجب أن يكون هناك لجنة اللجنة الفنية لأنها هي اللي مختصة بكرة القدم ويجب أن يكون هناك لجنة للمدربين لأن بصراحة هذا الجزء مهمل ودائما يدخل في اللجنة الفنية صحيح وهذه مشكلة كبيرة لأن أنت إذا بتطور العمل أيضا عندك يجب أنك تطور أيضا المدرب لجنة الفنية لجنة المدربين لجنة الحكام يعني هذه اللي جان مهمة لجنة الانضباط كل هذه اللي جان المختصة بالمسابقة نفسها وبتطويرها يجب أن يكون هناك مختصين لها حتى يستطيع أن يعطونك الرؤية الصحيحة ولجنة الاحتراف ولجنة الاحتراف أيضا اللجان الهم الحساسة طيب